موسيقى هنا وقف موسى أحبتنا من جبل نيبو من جبل مقدس نطل عليكم في هذا المساء هذا المساء المبارك ببركات أرض القداسة ها هي القدس هناك في الأفق أجراس كنائسها وأصوات مآذنها وهو المغطس حيث اعتلان المسيحية الله الواحد والثالث الأقدس هذه البقعة التي وقف عندها النبي موسى ونظر عبر الأردن وها نحن نلتقيكم في هذه الأمسية الأمسية المباركة لنقول لكم أننا نحن في ضيافة التاريخ في ضيافة الجغرافة المقدسة نحن هنا في أفياء كنيسة يحن المعمدان يحن المعمدان الذي نسمع صوته هناك وهنا ها نحن نقترب من كنيسة موسى مرحبا بكم في عين على المشرق من هذا المكان الذي عرف أول مجموعة رهبانية جاءت إلى هنا في القرن الرابع الميلادي واستمر هؤلاء الرهبان البيزنطيون هنا حتى القرن العاشر إلى أن جاء حراس الأرض المقدسة الرهبان الفرانسيسكان في عام 1932 وبدأوا بحفريات وها هي كنيسة موسى بعد الترميم بعد ما افتتحت من جديد في هذا المكان أيها الأحباء هناك قصص تروى في القداسة في هذا المساء نلتقيكم هنا ونلتقي بضيف أحببناه وعرفناه ضيفنا هو الرجل الذي يرعى ملف سياحة وملف العمل السياحي ملف الآثار وأيضاً وأيضاً ملف الحج إلى هذه الأرض المقدسة معالي نايف الفائز مساء الخير مساء الخير يا عزاء جمهور الكريم ومساء الخير من شاشتك الطيبة لكل المشاهدين شرفتنا يعني في هذا المساء الطيب الذي أنت بتعرفه وأنت صاحب بيت هنا والدليل على ذلك أنه أنت تعرف كل كل زاوية به كما أنت تعرف كل زاوية في خارطة السياحة وخارطة القداسة الأردنية الله يمسيك بالخير الله يمسيك بالخير بالعكس أنا أبدأ تشكركوا أبونا تشكركوا على هالأمسي الطيبة اللي جمتونا هنا في هذا الموقع له ميزة دينية وإلى ميزة روحانية وإلى ميزة عاطفية وإلى ميزة أردنية بامتياز نعم وأنا قبل ما نبلش رح توقفت على المنظر قلت لك طلع هاي القدس يعني بطلع القدس أقرب من عمان بالنسبة لي هون يعني بهذا بهذا وإذا طلعت من فوق الأسطوح بجزء من هون كان بشوف عمان فلو نوقفنا هنا كان شوفنا عمان والقدس بنفس الوقت فشكرا أبونا على هذه الأصبابة مرة ثانية والتغسل اللطيف والموقع والموقع واختيار هذا الموقع المميز شكرا معي لك لأن سمح وقتك أن تكون معنا في 27 الشهر الماضي أنت كنت هنا صحيح وكنت هنا بصفتك وزير للسياحة وبصفتك مندوبا لصاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم حبيبنا الحسين بن عبد الله الثاني نقول الحمد لله على السلام نحن وياك من نحييه ونعلن حبنا له ولجلال سيدنا كنتم هنا وأنتم تطلقون المرحلة الأولى لدرب الحج المسيحي العنوان جميل درب وحج ومسيحي ونهاي في الفائز هذا الوزير الاصخري الأردني الأصيل الذي يحب هذا الأردن ويحب ميزاته قدسته جغرافيته شو درب الحج المسيحي معالي أول شيء يا أبونا أنت تفضلت وحكيت بـ 27 شهر هو كان يوم له ميزة بواقع السياحة العالمية وهو يوم السياحة العالمية نعم ونحن استعدلنا سموه ولي العهد في ذاك الوقت قلنا له سموه ولي العهد نحن عنا يوم السياحة العالمية وعنه مناسبة طيبة وهي الإعلان عن درب الحج المسيحي والبدء العمل في تحيئة هذا الموقع وجهزيته ورحب سموه ولي العهد في هذا الموضوع وقال أبدا أنا أعتبروني ببداية الأشخاص اللي رح يكون متوجدين في هذا الموقع نعم والإعلان عن هذه المرحلة الأولى للبدء في العمل نعم وهو الزام لكم يا وزارة السياحة في الاستعجال حتى تكونوا أمامي مسائلين في تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة زمنية محددة فإحنا تشكرنا سموه ولي العهد وكان فعلا سيكون موجود معنا في ذاك اليوم في نفس الصباح وأنا بنتجه إلى مادبة حكوا معي من الدوان بلغوني قالوا سموه ولي العهد بسلم عليك محرج محرج عنده شكله مش عارف هو إنفلونزا ولا رشحة أعضاب ولا متخوف وهو متخوف نعم أنه قد تكون كورونا وطلب أنه يعني تعتذر بالنيابة عنه وأنت مكلف الآن أنك تكون منذوب عن سموه ولي العهد وقالت بمحصلة أنه طبعا إحنا رح ننقل تحيات سموه ولي العهد ونتمنى له الشفاء ونتمنى لسموه أمي العهد الشفاء دائما والحمد لله ربنا أكرمه والتعافى والتشافى وبالأمس كان شرف لنا بأن لتقينا في سموه ولي العهد والحمد لله صحته وممتازه وهذا لأنه مطلقة تلقى المطعوم أولا وببركة ونعمة يعني نعمة الله عليه والله يشفي دائما ويبدع عنه أي مكروه فكان هو مفروض يكون هو موجود هنا نعم فأنا كنت أمثل سموه ولي العهد في ذاك اليوم وكنت بكل فخر واعتزاز سأقدم له شرح بسيط عن هذا الدرب وهو درب الحج المسيحي ونحن نعتز بأن يكون هذا الدرب درب الحج المسيحي لما يمثله الأردن من تآخي وعيش حقيقي ما بين المسلمين والمسيحيين وأذكر من مادبة من مادبة التي هي طول عمرنا وإحنا من أطفال حتى أنا كنت وأذكر حتى في عيون موسى كنت أجي ألعب في عيون موسى أنا في هذا الموقع الغالي علينا وكان ما في ما بنعرف مسيحي مسلم نعرف مسيحه مسلم إذا يوم العيد بيجي بعيد علي وإذا وإذا يوم الكريسماس أو يوم المعايد ونروح بنعيد عليهم هذا الميز أو بنفصل يصلي في الكنيسة أو يصلي في المدن غير هيك أعرف أن أردنيين في هذا البلد الطيب وفي هذا البلد المبارك فدرب الحج المسيحي سيد العزيز أنت تفضلت وشرحت لجمهورك بأن هناك نقاط رئيسية في الأردن وسمعتك تتكلم عن موقع المقتص موقع المقتص موقع ولادة الديانة المسيحية بعد عماد سيدنا المسيح عليه السلام يعني نحن أردنا أن نكون هناك إثباتات من خلال دائرة الأثار العامة نعم وهي مؤشرات مؤشرات تدل على هذا الدرب الدرب الذي يربط ما بين المقتص وما بين جبن نيبو نعم وهو درب حجم مسيحي قديم تاريخي وليس جديد نعم نحن نريد أن نعيد حياء هذا الدرب نريد أن نعيد رسم هذا الدرب نريد أن نعيد النشاط النشاط من حيث الحج ما بين المقتص وما بين هذا الموقع وأيضا بالمستقبل نربطه بمواقع أخرى فهذه هي المرحلة الأولى وحب أطمنك نحن ما جئنا هنا وأعلننا عنه إلا بعد ما كنا قمنا بالمسح الأثري نعم ومثل ما حكيت أن هناك بعض المؤشرات وثوابت على أرض الواقع وستكون موجودة جزء من التجربة وجزء من المسار لدرب الحج المسيحي وبالنفس الوقت قمنا بتحديد الأحداثيات لهذا الدرب حتى تكون ثابتة سيبقى هذا الدرب هو درب حج بسير على الأقدام بربط هذا الموقع في موقع المقتص هذه المرحلة الأولى وهو حوالي 30 كيلومتر ما بين هذا الموقع والمقتص من جبل نيبولا المقتص نعم إن شاء الله المعالم المختلفة في هذا الدرب هي معالم لها يعني لها دلائل دينية بداية وإلها دلائل أيضا أثرية أثرية من الأثار التي تم يعني التنقيب عنها والعثور عليها وسيكون هناك مراحل تعرف الأثار بالطول يعني التنقيب والأثار هذا سيكون بمراحل مختلفة ولكن نحن نريد أن نثبت هذا الدرب وإن شاء الله يعني نوعدكم بأقصى حد بأقصى حد مثل هذا الوقت في السنة القادمة سيكون الدرب يعني قد بدأ استخدامه بعد سنة بدأ نستضيفك ونمشي معك في هذا الدرب يعني إحنا معطين حاننا شوية وقت إضافي ولكن إحنا نسعى بأن يكون قبل ذلك ولكن إحنا حتى يكون الوعد وإن شاء الله نكون دائما صادقين معاكم في وعدنا أن هذا الوقت مثل هذا الوقت يكون جاهز هذا الدرب كمرحلة أولى ويتعرف الدرب يريد مراحل عديدة لتطويره وتقديم الخدمات المختلفة فيه ولكن كمرحلة أولى سيكون جاهز لإستخدامه من كافة زوار الأردن ومن كافة الذين يأتون إلى درب الحج المسيحي من أردنيين ومن ضيوفنا من خارج من خارج الأردن ومن دولنا الشقيقة العربية للقدوم إلى درب الحج المسيحي للحجيج ما بين المختص وما بين هذا الموقع أذكر بأن خلال زيارة قداسة البابا في عام 2000 تم تحديد جبن نيبو كأحد المواقع الخمسة التي اعتمدت وفي طبيعة الحال موقع المقتص فهو ربط مهم جدا بالنسبة لنا له رسالة مقصودة تنطلق من الأردن وفي هذا الوقت بالتحديد عندما نواجه تحديات عالمية وفي منطقتنا بالتحديد تحديات كبيرة نريد أن نؤكد بأن هذا العيش الحقيقي وهذه الميزة التي تربط الأردنيين ببعضهم البعض وهذا التأخي الحقيقي والعيش الذي ليس بالجديد العيش التاريخي نريد أن تكون رسالة للخارج وفي نفس الوقت نريد أحياء موقع في غاية الأهمية وهو درب الحجر المسيحي شكرا مع عليك مع عليك نحن في هذا البلد الكريم المبارك المبارك في جغرافيا في أرضه والمبارك في تاريخ الفين سنة تحت كل حجر هناك رواية مقدسة وقصة قصة تبريك لهذا هذا المكان جبل نيبو موسى النبي وقف هنا ونظر إلى الأرض المقدسة انشئت كنيسة في القرن الرابع كنيسة بيزنطية جاء إخوتنا الرهبان الفرانسيسكان وجددوا هذه الكنيسة الجميل أنا بحكي مع الأب عمار شاهين أحد الرهبان الموجودين هنا ويقول بفخر أنه إحنا في هذا الموقع إحنا أخذنا المكان الأول المرتبة الأولى من حيث الترتيب من حيث المظافة المرافق الأخير هذا موقع بيد ويرعى ويخص إخوتنا الرهبان الفرانسيسكان المواقع الأربعة الأخرى إيش علاقة وزارة السياحة مع المواقع المسيحية الخمسة يعني هي جزء من مسئوليتنا نعم ومتابعتنا المستمرة معهم نعم نحن مطمئنين بأن هذا الموقع بين بأيدي عمينا وللإنصاف وللعدل لا بد أن نقول بأنه الأداء اللي بيقوموا فيه أداء متميز هنا ومستوى خدمات ومستوى رعاية ومستوى تغيير مع المحافظة على خصصية هذا المكان ترتقي إلى أن تكون نموذج نعم وإحنا بالعكس حتى قبل فترة كنت أنا والأمين العام هنا وقلتوا شايف كيف بدنا نتعلم من أبونا والفريق اللي بيشتغلوا في هذا الموقع كيف إدارتهم لهذا الموقع نعم بالنسبة لباقي المواقع أنا لا أخفي عليك بأنه هذا كثير من المواقع بحاجة إلى تطوير لسنا نعم وسنعمل بالقرب من من الكنائس حتى نطور هذه المواقع ليرتقي إلى المشتوى التي طريقنا فيه هي هي مناطق مقدسة مناطق مباركة مثل ما تفضل تبعونا بحاجة إلى أن تكون على مستوى شبيه بهذا المستوى حتى نستطيع أن نربطها ببعض هذا التعاون الوثيق بينكم وبين المؤسسات الكنسية نعم والكنائس في الأردن هو يعني لا يحتاج إلى إعادة تأكيد على أمن ونموذج وتعاونكم والكثير من المناسبات التي تنظمها كنائسنا يعني تكون تحت رعاية وترتب وتنظم لها والتكفل بها وزارة سياحة وهيئة تنشيط سياحة وهيئة المغطس أنا أتحدث الآن من هنا عن منتج هذا المنتج ليس فقط أثري وتاريخي وبقداسته ولكن عم نشوف أنه إحنا في هذا الموقع هذا موقع مسيحي وكل قرائبنا البدوان حوالينا هون يعني هذا بديش أقول حسن جوار يعني هذا جزء من ميزات المنتج الأردني اللي تفضلت وأبرزته مع عليك أنه هناك لأنه في الأردن ديانتان صحيح المسيحية والإسلام مش هذا يعتبر جاذب للحج للحجيج وللزائر وللسائح أنه ييجي وشوف هذا النموذجية الأردنية فيها يعني كيف يمكن أن نقدم هذه مع رسالة عمان مع كلمة سواء مع المبادرات الأردنية كيف يمكن أن نقدمها وليس تزلفا وليس تملقا وإنما تعالوا هنا وانظروا أبونا أنت حكيت أنه هذا الموقع هو بالتأكيد له أهمية لدى المسيحيين ولكن أهميته لا تقل للمسلمين ولا تقل للأردنيين نعم صحيح فالأردنيين واحد صحيح يعتنوا بهذا الموقع يعني كأي موقع مقدس لديهم بدي أحكي لك قصة لأحد الزوار الإعلاميين الكبار اللي يجوا وزاروا موقع المقتص وهو ماشي باتجاهه إلى النهر بيسأل بيسأل الشخص المعه بيقول له يا بدي أسألك هل هذا فقط مقتصر على زيارة المسيحيين فبدوا يجاوبوا طلع لقى أنه السيدة تلبس الحجاب باتجاههم جاي نعم قالوا جواب عندك فهو ليس يعني ليس فقط للمسيحيين هو هو للبشرية نعم هو البشرية فهو كذلك موقع جبل نيبو فاليوم هذه الرسالة الرسالة إحنا لا نشعر بها كأردنيين لأنه طبيعي بالنسبة لنا ولكن هي رسالة قوية يشعر بها من يزور الأردن ومن يزور المواقع المقدسة والمواقع المختلفة في الأردن نحن نؤكد بأهمية هذه المواقع نؤكد بأهمية الشراكة إحنا كوزارة سياحة وأثار مع الجهات التي ترعى هذه المواقع بأننا شركاء معهم لإبراج هذه المواقع وبنفس الوقت لترويجها ولتأكيد على أهمية الزيارة ولتسهيل الوصول إليها وربط العالم من خلال الربط الجوي أو الربط البري كان وتسهيل تقديم التأشيرات للقدوم إلى هذه المناطق المختلفة اليوم إحنا موقع مثل هذا الموقع موقع من خمس مواقع معتمدة رسميا نعم لدى البديكان وبنفس الوقت هي موقع ومواقع عديدة منتشرة في الأردن كنت أحكية وياك قبل ما نبلش باللقاء العقبة آيلة آيلة نعم نعم نتكلم على كليسة من من القرون الأولى نعم أم الرصاص أم الرصاص هذه بالإضافة إلى مواقع الرئيسية المهمة والكنائس المنتشرة في الأردن والتاريخية التي نجدها باستمرار نحاول قدر الإمكان إعادة ترميمها وتهيئتها لتكون موقع لزيارة الضيوف بشكل عام ونحاول في بعض الأوقات أن نستثمرها من خلال الكنائس إذا كان هناك بعض الاستخدامات للأسباب الدينية في بعض الأوقات فنحن بالأردن يعني محظوظين بدي أحكي جزء من من الأرض المقدسة من الأرض المباركة فيها مواقع عديدة سنعمل باستمرار لتطويرها وتحسينها لزيارة الأشقاء من خارج الأردن وبنفس الوقت للأردنيين لزيارةها سيديها ما عليك الأردن كنز أداسة وللمسيحيين هو وجهة مهمة نعم هو أرض مقدسة السيد المسيح اعتمد هنا وجاء إلى الأردن النبي موسى نحن هنا في جبله ويحن المعمدان يحن المعمدان يحن المعمدان عمد السيد المسيح وهو وهي هامته نعم هنا نتحدث عن أنبياء العهد القديم التحدث هنا النبي الياس شهداء المسيحية في القرون الأولى هنا يعني البورتفوليو للأردن مكتنزة ومليئة بروايات وأحداث مقدسة يعني منتج منتج رائح بتحس أنه إحنا قدرنا نوصل ل خلينا أقول للعالم للعالم المسيحي هل نجحنا في الوصول للعالم المسيحي هل إحنا طموحنا أن تكون هذه يعني هذه الأماكن تغص بالحجيج المسيحي كيف ترون يعني مثل هذا مثل هذا الأمل مثل هذا الهدف يمكن تحقيقه لا أنا بتقول لي هل نجحنا أنا لا أعتقد أنه نجحنا حتى هذه اللحظة وإذا حكينا أنه نجحنا لا فيه تقصير منه وأنا أحط اللوم علينا مشترك أبونا على الجميع علينا مشترك نعم وأنا هذيك اليوم كنت بحكي قلت نحن كوزارة ملامون ولكن أيضا أريد أن أضع بعض اللوم على بعض الكنائز قلت لهم لابد أن نعمل ونعمل سويا حتى نحقق الأشي الأفضل فيه إنجاز أنا ما بحكي ما فيه إنجاز لكن هل هو كافي أنت حكيت قبل شوي هل نجحنا لا النجاح عندما نشعر بأننا وصلنا إلى مرحلة ما منقدر نزيد ونتوسع أكتر من المرحلة التي وصلنا لها أعتقد بأن هناك أمامنا الكثير من العمل والجهد وإحنا جزء من خطتنا في استراتيجية السياحة التي سيقرها أو سيقرها مجلس الوزراء أقرها مبدئيا اللجنة المختصة التي تنظر فيها اللجنة الوزرية وسترفعها لمجلس الوزراء لإقرارها هناك أحد البنوت الموجودة هو السياحة الدينية المسيحية ودرب الحج المسيحي واحد من هذه الأمور التي نعمل فيها هذا التزام مننا رسمي لأنه سيكون جزء من عملنا المستمر وستكون الشراكة إن شاء الله مع الكنائس حتى نستطيع تطوير هذه المواقع المختلفة وسيكون هناك برنامج عمل ترويجي ليس فقط في المنطقة إحنا المنطقة بجزء يعرفه بس في كثير من دول العالم لا تعلم عن عن هذه المناطق المختلفة ويتفاجئوا عندما يزور الأندن ويتفاجئوا بطريقة طريقة التعامل مع هذه المواقع وقبل ثلاثة أيام هناك مجموعة من دول الإسكندنيفية كانت موجودة هون إعلاميين كان مفروض يزوروا فلسطين ولكن لأسباب الكورونا منعوا من الدخول إلى فلسطين فقرروا أنهم يقوموا في الأردن ويختصوا زيارتهم في الأردن فحكي معي الشخص الذي يتولى مهمة التنسيق معهم وطلب أن أرتق فيهم واحد من الأسئلة من الصحفي هم إعلاميين قال لي هل تشكل هذه المواقع تحديداً أو خوفاً قلت له أنت في الأردن هذا يعني هذا الإعلام ولم تهم قلت له إحنا نلوم الإعلام الغربي في بعض الأوقات على عدم تركيز والتسليط على المشكلة الحقيقية أما في الأردن أنت خلال جولتك بعد ما تخلص جولتك نحكي عنوية نعم فأنتظر حتى يخلص جولتك وبدأ أتحدث عنوية مفروض بعد ثلاثة أيام يخلص الجولة وبدأ أسمع منه شو ردد الفعل تبعته فإحنا ركزنا وكان مفروض يجي يوميثا كان طالع على مادبة قلت له أنتوا رحين عجب النيبو وقال له رح نقلت له بتشوفوا من جبن نيبو نعم التاريخ والحضارة الموجودة في الأردن فجواب لي بسيط أو بجواب المختصر إليك نعم هل إحنا وصلنا إلى ما نريد أن نحقق أو لا أبونا وبدنا نشتكل إحنا وإياك وبدنا نشتكل مع باقي مع باقي أصحاب الشأن حتى نصل لما نسعى له جميعا وهو تحقيق زيارات أكبر وباستمرار ولا تنقطع عن هذه المواقع المختلفة سيدي أنا يعني انخرطت في العمل في العمل للترويج للأماكن المقدسة المسيحية هنا الميزة في هذا الموضوع أن كل كنيسة تفتح أبوابها يوم الأحد في هذا الكون في هذا العالم في القارات الخمس هذه الكنيسة يمكن أن تكون شريك لنا نحن هنا في لا أقول تسويق نحن بالأردن لا من بيع ليس بياعين اللي بيسوق أبونا يعني لو نتكلم عن التسويق كان فيه إمكان أن نركز وأنت تعرف الأردن غني في المعالم التاريخية والأثرية والمنتشرة وفي المنتج السياح المختلف لو أردنا أن نقول فقط تسويق سندهب بهذاك الاتجاه ونقول أنه سندهب بالتسويق لهذه ولكن هناك رسالة أبونا هناك رسالة واضحة وتوجيه وأنت حكيت عن رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك من هنا وأطلقها وانتشرت رسالة عمان إلى العالم كله وأكد عليها جلالة الملك في المحافلة الدولية كافة بأن هذه الرسالة هي رسالة عامة تنطلق من هذه المناطق من هذه البلاد المقدسة ورسالة تجمع فالتركيز على السياحة السياحة الدينية أو الحج المسيحي هي قد تكون بعض الأشخاص يقول لك هي مسؤولية رجال الدين ونقول لهم لا نحن شرك نحن رجال الدين حتى نحققها نحن مسؤولون معنا فإحنا أبدا هي ليس 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 ترويج أبونا نعم نعم بحاجة نرويج حتى نعرف الناس واجبنا أن نذكر الناس ونعرفهم ونعرفهم لأن كثير من الناس يستغربوا عندما يأتوا إلى الأردن لا يعلموا عن هذه المعلومة فأنا أتفق معك أنه قد تكون فرصة لنا من خلال الكنائس المختلفة ومن خلال رجال الدين في بلدان عديدة حتى أنا أستغرب في بعض الأوقات حتى رجال الدين نفسهم أنا التقيت في بعض الخوار اللي أجوا علينا هنا في الأردن والتقيت فيهم وكانوا مستغربين أنه على بعض المعالم اللي زاروها في الأردن صحيح فأنا باعتقاد أنه بعرفه لا حتى حتى رجال هو اليوم حق هو اليوم حق وإحنا وإحنا لازم نساعدهم نساعدهم نعم يجب أن نساعدهم نعم سيدي يعني موضوع موضوع القداسة الأردن دلائل يعني كتابية وتاريخية وعلمية أثرية وإلى أثرية وفي الحاضر أربع زيارات بابوية يعني هذه الحج وهي وهي الأربعة اللي صارت أعتقد خارج الفتكان هم الأربعة ما كانوا في غيره أربعة بول أربعة بول البابا يوحان أبو الأول يعني حبريته كانت قصيرة جدا ويعني توفي ثم استلم البابا القديس الذي الذي جاء وزار وأنا وأذكر أبونا أنا كنت أعمل في الدموان الملك وتشرفت بأن أكون مسؤول عن زيارته بذلك الوقت ورفقته ورفقته خلال زيارته وعرفناك من وقته وأحببناك يا معاليك السياحة الدينية جزء من السياحة إلى الأردن الأرقام تقول أنه من حيث الدخل الوطني القومي الإجمالي تشكل 12% من الاقتصاد الأردني نعم يعني تتروح ما بين 13% إلى 14% من الناتب معناه لازم نستثمر فيها أكثر كم عدد الذين زاروا الأردن ب 2020 سنة الأرقام في سنة الوباء لم تتجاوز حوالي مليون ونصف زائر ولكن هذا انعكس على الدخل السياحة في تراجع وصل إلى حوالي 76% فدخل السياحة نحن حققنا في الأردن في عام 2019 تقريبا 4.1 مليار دينار يعني بالدولار حوالي 5.5 مليار دولار في عام العشرين مثلا مثل حالد العالم كله تراجع الدخل ليصل فقط إلى مليار دينار يعني حوالي مليار ونص دولار تقريبا معليك عندك أرقام على 2021 حتى أرقام الـ 21 نشوف أبونا نحن في البداية في أول نحن كنا متأمنين أن يكون عودة السياحة بقوة مع بداية السنة وحضرنا نفسنا حتى نكون جاهزين لإطلاق برامجنا واستقبال الزوار ولكن بذكرك في بداية السنة صار عننا موجة ثانية فكان التركيز على السيطرة على الوباء في الأردن وأعطاء أكبر نسبة ممكن من المطعيم لكل من يقيم على الأردن أبونا ليس للأردنيين لكل من يقيم حتى اللي بمر الترديد نعم نحن نجحنا في هذا الموضوع وحتى سيطرنا بطريقة ممتازة على الوضع الوبائي فبداية شهر خمسة بدأنا العمل بداية ستة بدأنا نشعر في النتائج وكان هناك عودة للسياحة بشكل متزايد نعم وكنا حذرين وحرصين على أن لا تكون زيادة مفاجئة فالأرقام حتى هذا اللحظة يعني الحمد لله يعني قاربة على ما كانت عليه في العام الماضي في أرقام تكيينة نعم حتى نهاية شهر حتى نهاية شهر تسعة نعم شهر عشرة لسه بدري بالطبع تطلع الأرقام الأرقام المعلنة حتى نهاية شهر تسعة كانت حوالي مليون واربعمية وتسعين يعني حوالي المليون ونصف تقريبا من زائر حتى الآن ولكن احنا اذكر بأن احنا موسم السياحة الأجنبية نعم ببدا من منتصف شهر تسعة وينتهي تقريبا مع نهاية العام الفول نعم نعم هذه السياحة الأجنبية تأتينا سياحة من الدول الأجنبية فإن شاء الله متأمنين أن ننهي هذا العام بزيادة أكيد سيكون زيادة عن السنة الماضية مع أن السنة الماضية كانت أول ثلاثة شهر أو شهرين ونص كانت جدا عالية لأن السنة التي سبقتها 2019 كانت سنة مميزة من حيث الأعداد ومن حيث الإقبال وكانت مؤشرات تتكلم بأن عشرين عشرين ستكون أفضل منها هل يقول لنا وزير السياحة في حكومة المملكة العودية العاشمية في هذه الليلة أنه هو يشعر الآن بأن قطاع السياحة بدأ بالتعافي نعم أنا حريص بدأ بالتعافي فأقول دائما بدأ بالتعافي التدريجي بدأ بالتعافي التدريجي هل سيعود لمكان عليه في عام 19 هذا سؤال ثاني أبونا أما التعافي نعم بدأ بالتعافي وبدأ بالتعافي وهو تعافي ملحوظ هل بدأ بالتعافي شامل لا بدأ بجزئيات معينة اليوم إحنا مع الخريف يعني مع هذا الفصل بدأ بالتعافي في مناطق كنا نعاني منها أكثر فالسياحة في البترة على سبيل المثال عانت ولكن مؤشراتها واليوم بالصدف والأمس بالأمس وباليوم حكاني رئيس سلطة البترة نعم وبشرني بيقول لي أعداد الأجانب لأننا نعمل خلال هذا العام عملنا الشقاء العرب الذين يأتون إلى البترة والمواقلات ومعاملة الأردنيين فبقول للأجانب اللي دخلوا علينا في تزايد وهذه مؤشرات إيجابية والحمد لله بالأمس كان حوالي ألف زائر اللي دخلوا على الفترة اليوم 1117 دمش بغلطان الرقم بالتحديد ونحن متأكدين أن هذه الأرقام ستبدأ بالتزايد التدريجي من هون حتى نهاية العام هذه كلها مؤشرات في التعافي متى سنعود إلى ما كنا عليه في عام 19 نحن نتوقع بأننا سنكون قريبين من عام 19 مع نهاية العام 23 ما عليك أنت وزير سياحة مألوف وجهك في في التشكيل الحكومي استلمت أنت الوزارة وزارة سياحة مع حكومة دولة بشر خصاونة سنة سنة السنة بالضبط بالسنة نعم كل عام وانتم بخير وانتم بخير خلال هذه السنة نحن رأينا معالي وزير السياحة وهو يقترب من العاملين في السياحة شركات أدلة مطاعم إلى آخر وعانى هذا القطاع والأسف في عندنا 55 ألف تقريباً اللي بيشتغلوا في بالطريقة مباشرة مباشرة الذي يعملون تحت ألوان السياحة هذول المسجدين يعني يخنح الرسمي نعم هل يعني الآن انحلت مشاكلهم تقريباً شوف احنا من لحظة استلامنا مع الفريق الوزاري كانت تركيز على موضوع المحافظة على العاملين في القطاع سياحها والمحافظة على القطاع سياحيها مدركين التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع والتي لا يزال يعاني منها القطاع فكانت كيف سنحافظ على هذه العمالة وكيف نحافظ على المنشآت السياحية لأنه في اللحظة التي نبدأ في خسارة هذه الأيدة العاملة في القطاع أو في بعض المنشآت عملية إعادتها ستستغرق من الوقت والمال والجهد شيء كثير وبحاجة إلى فترة طويلة فهي مكلفة فأستطيع أن أقول بأننا ضمن الإمكانيات المحدودة للأردن أعتقد أنجزنا شيء كبير والأهم من هذا أنا أول ما استلمت أبونا كان إلي لقاء ونحن واجبنا نكون قاربين من القطاع فكان اللقاءات مع القطاعات المختلفة كلياتها للسماع لأهم مطالبهم وعملنا مصفوفة المصفوفة التي تزال عندي بالجسم وكانت مصفوفة بداية كلها أحمر قلبة بوردغاني باستطيع أن نقول لك أنه اليوم أكثر من 90% منها أخضر بمعنى ثاني أحققنا ما هو مطلوب منهم طبيعة البشر والبني آدم مع الوقت بده أكثر وأكثر وأنا مدرك بأن التحديات المروا فيها غير طبيعية واستثنائية لذلك وضعنا برنامج أيضا مرنامج ما يسمى برنامج استدامة اللي حافظ على الأيد العاملة في القطاع وخلانا نتجاوز المرحلة الحرجة اليوم لا نكتفي بإسناد القطاع بتخفيف عنهم نحن بحاجة إلى إعادة القطاع اللي ما كان عليه من حيث الإقبال عليه فالإقبال بدأ مثل ما حكيت لك من شهر 6 صار هناك التغير كبير حتى هذا اللحظة وإن شاء الله سيستمر حتى نهاية هذا العام ونخفف على العاملين في القطاع أنت سألتني هل تعافينا قلت لك نحن تعافي تدريجي نعم لأن الفترة اللي يعانوا منها فترة طويلة ضريبة المبيعات خففتوها نعم من 16 إلى 8% 8% نعم وفي عشرة بدأ الخدمات خدمات صار 5% نعم وفي إشي ثاني كمان اللي هي تعرفة تعرفة الكهربا ستكون قادمة إن شاء الله لأنه مع بداية العامل القادم ستكون هناك أيضا تخفيض على القطاع السياحي بشكل عام حتى تنعكس إن شاء الله كل هذا ينعكس على المستهلك نعم يعني على الزائر أو الشخص الذي يقوم باستخدام المنشآت السياحية هل كانت فنادق أو مطاعم هل هذا يخفف يخفف على الزائر طبعاً طبعاً يعني ما ردت ما رجع الصدى لهذه الإجراءات أنا بحكي لك ما رجع الصدى أنت اللحظة يعني إحنا إحنا قبل فترة بقولوا إحنا خايفين أنك تراجعوا الضريبة لـ 16 والـ 5 قلنا لا أبداً إحنا هذا هذا القرار ماشيين فيه وإن شاء الله سيعتمد رسمي أنه يبقى بـ 8% و 5% كما هو لأنه خلص الانعكاس تباحها انعكاس إيجابي إيجابي على جميع حتى لو كان هناك تراجع في الدخل للخزينة في الفترة مرحلية ولكن على المستوى الأشمل هي منفعة أيضاً للاقتصاد الوطني أردن نجنة ماشي نعم وهي دائماً جنة أردن نجنة وبه نتغنى نعم صحيح سياحة داخلية هل ستبقى كما هي يعني بمعنى هذا البرنامج سيستمر سيستمر هذا البرنامج نعم أنتم تشجعوا انسجعتوا السياحة الداخلية وكان هذا يعني وسيلة من الوسائل لتعزيز القطاع السياحي وبنفس الوقت له مردود وطني ثقافي تثقيفي توعوي الناس يعني يشوفوا يشوف ايش في هذا البرنامج يعني سيستمر هذا البرنامج مستمر البرنامج البرنامج لم ينتهي هذا حتى يلاحظه وسيستمر حتى نهاية العام أو حتى انتهاء المخصصات تبعه حتى يكون حريص حذر بل 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 بلكلا أما البرنامج فهو برنامج اعتقد انه برنامج ناجح هو لا يعتمد فقط على البرامج اللي أطلقنا احنا بالشراكة مع القطاع القطاع السياحي يعني احنا جبنا القطاع حتى نخفف عليهم وبنفس الوقت حتى نخفف على المواطن فاشتركنا في برنامج يجمع القطاع ويقدم منتج مميز وفي ميزات خاصة للمواطن الأردني وأطلقنا والحمد لله حتى هذه اللحظة النجاح كبير فيه هناك ملاحظات أكيد لأن الأعداد كبيرة ولكن المعلومات حتى هذه اللحظة كانت إيجابية جدا سيتم تقييمه وهو يتم تقييمه باستمرار يعني كل فترة فترة مع نهاية الشهر يقيم البرنامج كيف وضعه ويقوم بالتحسين إذا كان هناك هذا الفداع للتحسين وسيستمر حتى إن شاء الله في العام القادم فإحنا من ضمن برنامجنا كوزارنا نحاول أن نخصص جزء من إمكانياتنا المالية يكون لدعم هذا البرامج قد يكون في تغيير على نمط البرنامج لأنه إحنا هذه الفترة عمناها لمساندة القطاع والمحافظة على القطاع كما تكلمنا قبل قليل والأهم من هذا اليوم المواطن الأردني بدأ يعرف العديد من المواقع مختلفة في بلده ويستمتع فيها مثل مثل أي شخص ثاني يأتي للأردن كثير من الناس بيقول لك يا أخي أنا بسمع المنطقة الفلانية بس ما رحتها فإحنا وفرنا هذه هذه البرامج للوصول إلى مناطق مختلفة وليس نحن فقط مش الأردن أجنة فقط حتى من خلال مكاتب السيح والسفر عرضوا العديد من البرامج من خلالهم وهو برنامج مكمل للبرنامج الأردن أجنة معليك ثقافتنا وعداتنا الأردنية فيها كثير من الجمال انتشرت في الآونة الأخيرة يعني ثقافتنا من خلال مهرجانات ماذا تقولون لجمهورنا عن هذه القفزة الثقافية رغم الكورونا يعني ما هو الموقف من هذه الحشود اللي عم تجتمع يعني كيف نوازن حكمة وفطمة ما بين ما بين الإقبال على ممكن خلينا أقسم الأقسمية نعم إحنا قبل فترة وتذكر أبونا إحنا أعلننا بأن المثلث الذهبي وبالتحديد منطقة العقبة ستكون منطقة خضراء بمعنى ثاني سنصل إلى نسبة مئوية متقدمة من حيث الأشخاص الذين طلقوا المطعوم فيها فنجحنا فيها بمعنى بعد ما نجحنا فيها بدأنا التخفيف بالإجراءات بتقييد على القطاعات المختلفة بما فيها قطاع الفعليات والأنشطة وبدأ العمل في هذا المنطق الخضراء لقياس مدى تأثير الحشود والأعداد وما شابه والتقارض وضعت أيضا ضوابط وبروتوكولات في هذه الفعليات لابد أن يكون الشرط الأول لحضور هذه الفعليات بأن الشخص قد تلقى المطعوم أو لديه سند أخضر وإذا كان من الخارج لديه دليل بأنه قد تلقى المطعوم هذا يخفف يخفف حتى لو صار هناك تجاوزات أنا لا أقول أنه لم يكن هناك تجاوزات إذا صار هناك تجاوزات قد يخفف لا صمح الله في عملية العدوى أو الانتشار العدوى والمطاعم المطاعم الآن في تحديد على العدد نعم المطاعم نفس الشيء اليوم المطاعم إحنا أعلننا بأنه وهو طلب أخذ وقت حتى إحنا كان مفروض من حوالي شهر تقريبا يكون هذا القرار ولكن أخذ وقت لأنه حق أجهات التي تراقب على الصحة والوضع الصحي أن تراجع وتضع شروط معينة نعم إحنا وسعنا وسعنا الإمكانية في الأعداد اللي متواجدين على الطاولة ولكن بنفس الوقت وضعنا شرط بأنه لا بدون يكون هناك شرط الدخول على المطعم هو تلقي المطعم أو لديك سند أخضر بمعنى عامل فحص البي سي آر فهذا الشرط مربوط في زيادة الأعداد على الطاولة بدخول الأشخاص الذين هم لديهم تطبيق آمن للدخول إلى الموقع حتى نضمن حتى نضمن الابتعاد عن انتشار الوباء قدر المكان الآن الآن الأردن من بين الدول مثلا التي يعني سبح لمواطنيها الدخول إلى بعض الدول بعد أن يعني هذا الأداء الطيب الذي تم ونشكر الله أنه هذا يعني هذا التعافي المتدرج اللي مشوفه عندنا هون هذا يؤكد للمواطن وليزائر أنه الأردن نحمد الله نشكر الله بخير شو الرسالة اللي بتقدمها لمن يريد أن يأتي ليزور ليحج ليتمتع بالأردن بدأ في كورونا يعني كيف وضع الكورونا عندنا يعني يعني هين مياك شايفين بضع كورونا عندنا بدون كمام يعني يعني اليوم اليوم أولي شي بدأ أقول أنه منظومة الصحة في الأردن بالرغم من التحديات والإمكانيات الموجودة للأردن لكن الأردن أثبت كفاءته وقدرته على تجاوز الشيء الأصعب يعني بالرغم من أنه وصلنا لمرحلة مرتفعة بالأعداد الإصابات اليومية إلا أنه المنظومة الصحية لم تنهار وحافظنا عليها وهذا إنجاز إنجاز عظيم وهذا يدل على كفائتنا وقدرتنا في القطاع الصحي أنا لا أقول بأنه لا يوجد لدينا بعض التحديات والمشاكل التي قد تظهر هنا هناك ولكن أنا أتكلم عن المنظومة الصحية منظومة أقارنها في دول متقدمة ودول أوروبية ودول الغربية صار في عندها تراجع وانهيار في منظومة الصحية نحن والحمد لله استطعنا أنه حافظ علينا وبالعكس نحن عززنا هذه المنظومة وكبرنا ووسعنا حتى نتعامل مع جائحة كورونا فهذا رسالة نطمن أول شي الناس الذين يستمعوا إلى هذه الرسالة بأن أردن والحمد لله المنظومة الصحية لديه قادرة على استيعاب لا صمح الله أي تحدي أو أي ارتفاع في الحالات وإن شاء الله لنصل لهذا الموضوع الموضوع خلصوه لا طيب الموضوع الثاني أنه نسبة المطعيم نسبة المطعيم نسبة عالية جدا من الأشخاص اللي لا بد أن يتلقوا المطعوم قد تلقوا المطعيم وبحب أطمن كمان أنه القطاع السياحي قطاعنا سياح تقريبا بقدر أحكي الغلبية العظمى إذا لم يكن الجميع قد تلقوا المطعوم ومن أول القطاعات اللي قامت بتلقي المطعوم ما عليك بالثلاثين ثانية بدي رسالة منك لجمهور لجمهورنا الذي يتابعنا عبر فضائية نوسات في لبلان والتي تصل إلى كل لأحبتنا عبر بلاد الاغتراب رسالتك من عمان من الأردن من جبل نيبو من هذا المكان المقدس أولي شي رسالة محبة وتحية وتقدير لهم ودعاوينا بالتوفيق لهم دائما وأن يعود لبنان إلى ما كان عليه باستمرار بلد المحبة والعز والافتخار وننتظرهم أيضا في بلدهم الثاني في شوق وحنين دائما لزيارة الأردن وأهلهم في الأردن وليس فقط لزيارة المواقع السياحية ولكن أيضا للمواقع الحجيج وننتظرهم أيضا للسير في درب الحجيج المسيح إن شاء الله شكراً شكراً أحبتنا مشاهدينا قبل أن نختم أقول لكم بأن هذا المكان الذي يعبق بتاريخ القداسة نسمع أصداء أصداء صوت من السماء يقول هذا هو بن الحبيب الذي به سرد نسمع أصداء كلمات يحن المعمدان نرى هنا موسى يطل على الأرض هذه الأرض المقدسة المباركة من هذه الأفياء الطيبة المباركة نقول لكم هذا مساء طيب سعدنا بكم وأنتم تتابعون وضيفنا كان الأخ والصديق معالي الأستاذ نايف الفائز وزير السياحة أريد أن أشكر إخوتنا الرهبان الفرنسيسكال الذين فتحوا قلوبهم وبيتهم هنا في هذا المكان الطاهر الشكر للأب عمار شاهين للأب رفائيل والشكر لكل إخوتي الذين تابعونا من اي بي اس ومن نور سات الأردن الذين قاموا بجهد طيب لإيصال رسالتنا عبر أثير فضائية نور سات الكريمة دمتم بخير من أرض القداسة عين على المشرق يتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى لقاء في الأسبوع القادم من مكان طيب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر